السلام عليكم أزول في الله و المرحبا بكم الناس الجياسكا هذا المرة رح نحكيه للملعب لياذرى أين أصبحت أشواء هذا الملعب كيف أصبحت ومتى سيعلنون عن الإفتتاح لهذا الملعب الجميل رح نعطيكم توقعات فقط بوعد إفتتاح الملعب الشابيبة ملعب حسين أيد حمد أيضا رح نحكيه شابيبة قبائل على بعد تسع نقاط عن مركز الثالث دعونا نحكيه للموضوع هذا دعونا نسأل لايك الفيديو وابوني في القناة وتركنا تعليق هذا الملعب الجميل الذي الكثير من أنصار شابيبة القبائل ينتظرون بشغف متى يدخلون إلى هذا الملعب متى يدشن متى تلقى فيه الشابيبة أول مباراة تحى شاء الله مع فريق كبير بحجم شابيبة القبائل يقال أنه ربما في ماي سيدشن هذا الصرح هذا الملعب التحفى يعني صراحة ملعب في القمة لأنه احتمال كبير يلعب فيه نهائي كأس الجمهورية أظن بأنه اقترب موعد هذا التدشين إن شاء الله يا رب العالمين ولماذا في ماي هذا وكل واحد يتهلنا حتى تستطيع شابيبة القبائل تسيرته تسيرته ورح يكون صعب ولكن ربما لازم يكون هناك رجال في المستوى با يقدروا يسيروا ملعب أصرح كما هذا نتمنى أنه إن شاء الله في أقرب وقت يدشنه ولماذا يلعبوا به نهائي كأس الجمهورية فرصة حتى يسيره في التدشين نتمنى ذلك يلا نقول اليوم مع الخبر الثاني شابيبة القبائل على بعد تسع نقاط عن مركز الثالث لو تفوز شابيبة القبائل في ثلاث مقابلات قادمة راح تلعب على البوديوم وراح تحتل المركز الثالث يقول لك لكي الناس ذكروا من الجمهور يقول لك هادوا ربحوا ماش مقابلة سهلة أمام مولودية وهران هم طبعوا في المركز الثالث ونقول لهم من المنبر هذا أنه في البطولة الجزائرية تربح ثلاث مقابلات وربع ضاهم ستكون من الأول هذه تسع نقاط بين المركز الثالث وشابيبة القبائل ونحن من المنبر هذا نشجعوا ونطلعوا المورال فقط الشابيبة بحاجة إلى تدعيم على الأقل تخرج من القوقعة تحادي وتحقق النتائج إيجابية لايك على الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق مع فيديو جديد وأخبار جديدة فيديو جديد أسكن سلام حاوتي ترجمة نانسي قنقر